وفقه وسليمة بإذن الله تعالى ينطلق بحفظا من الله ورعاية الشوطن السادس للأبكار لسن الحجائق اثنين كيلو متر تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين نذهب مباشرة إلى المقدمة والصدارة إلى عوايد هي من تحتل على الصدارة فلاح بن محماس بن علي بن مصلح الاحبابي من يقدم لنا عوايد مع مقدمة الشوط الاغزي الراشد بن علي بن روشد النيادي يتقدم مباشرة مع المركز الثاني ويقدم لنا الغزي الثالث المراكز الوصول والقدوم من ملايين محمد بن حميد بن محمد اليحافي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث وغيرت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات رابع المراكز اللي في المركز الرابع القدوم والوصول مشاهدين الكرام هناك من شواهين محمد بن ناصر بن خيران البريك من يقدم لنا شواهين القدوم الوصول من دمعة راشد بن علي بن سعيد بن راشد النيبي هكذا الاسمات تتقدم وصول من حاضرين سالم بن محمد بن حمد القمري من يقدم هذا الاسم هكذا النتيجة ولكن لنعوده للمقدمة إلى عواهد راعة العواهد في مقدمة الشهوط ومع المركز الأول يا سلام هي مع الصدارة والبداية تعود الملكية لفلاح بن محمس بن علي بن مصلح الحبابي مع مقدمة الشهوط ومع المركز الأول ملائين مع المركز الثاني تعود المكية محمد بن حمد بن محمد اليحافي ولكن من اللي وصلت الطيارة للسيد محمد بن حمد بن علي بن دوحة المري يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني بن دوحة قادم يتقدم مع المركز الثاني المركز الثالث ملائين لمحمد بن حمد اليحافي المركز الرابع القادم مشاهدين الكرام هناك مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغير يوصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث هكذا النتيجة مشاهدين الكرام هكذا النتيجة لنعوده للمقدمة لنعوده للصدارة إلى البداية هلولة مقدمة الشوط الطيارة الطيارة مع البداية الطيارة مع الصدارة ما تنقول بطير الطيارة وبالفعل أقلحة الطيارة مع الأمتار الأخيرة بدون أي توامر صدرة لوامر أنطلق مشاهدين الكرام بندوحه المري يا سلام يبي يصبع عليهم بالخير يبي يصبع عليهم بالخير هناك مشاهدين الكرام من يتابعها غصن بن سعيد المسلمي يتابع هذا الشعار غادرت مشاهدين الكرام الطيارة الطيارة محمد بن حمد بن علي بالدوحة المري تهانينة والناموس وسلام غصن بن سعيد المسلمي من يرافقها في عملية التدريب والعنايل هذا الشعار سلام بن دوحة وسلام غصن الوهيبي سلام المركز الثاني عوايد فلاح بن حماس بن علي بن مصلح الحبابي المركز الثالث ثالث المراكز اللي هي مضمون محمد بن حمود بن حمد المغيري ونوصل مع المركز الثالث المغيري مشاهدين الكرام من قدم لنا هذا الاسم اللي هي مضمون محمد بن حمود بن حمد المغيري المركز الرابع من أتى تاميلان عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري خامس المراكز الغزية المساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي هكذا النتيجة مشاهدين الكرام نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني واثناء وصول الطيارة إلى خط النهاية معلنها الفوز والنموس ومهدي هذا الفوز والانتصار بالدوحة من قدمها لنا المري بمتابعة كيغصن المسلمي قاطع المسافي زمن قدره دقيقتين مشاهدين الكرام التوقيت الزمني دقيقتين 52 ثانية ثلاثا من الأجزاء تهانين والنموس مشاهدين الكرام اللي هي الطيارة المحمد بن حمد بن علي بن دوحة المري تهانين والنموس دقيقتين 53 ثانية خمسا من الأجزاء من حلت مع المركز الثاني عوايد فلاحبا محمس بن علي بن مصلحة لأحبابي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث اللي هي مضمونة محمد بن حمود بن حمد المغيري دقيقتين 55 ثانية 4 من الإجزاء تهانينة والنموس مع المركز الثالث على هذا الإبداع والإداء المركز الرابع ميلان حيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري قطعت المسافة سبعة 55 ثانية جز واحد من الثانية خامس المراكز نشوف المركز الخامس اللي هي الأغزية المساعد من عمر بن عبد العزيز التركي قطعت المسافة في زمنه قدره دقيق 2 سبعة 55 ثانية تسعا من الإجزاء هكذا كانت النتيجة تهانينة والنموس للجميع شكرا